مرجاة فالتنين مع بعض في هذه المراجعة كل ستة شهور بيشوف المؤشرات بتاعة الاقتصاد المصري في هذه بس بشرط أنا صوري كده ان هو بشرط ان هو يقول والله احنا بنرجع يعني عملية المرونة لفترة قادمة بس تتعامل بس ترجع وفي مقابل انه بتم الموافقة على المرجعتين الأولى والتانية ومنصرف في هذه الحالة قيمة المراجعتين بالزيادة اللي هتحصل فيه التمويل في هذه فممكن زاد التمويل الصلابة والاستدامة ممكن توصلي إلى حوالي 3 مليار في خلال شهر شهرين بكتيره بس على اساس إبه فيه انه توحيد سعر الصرف يعني فخامة الرئيس عفتح السيسي في برج العرب من كم شهر قال والله نحن مع المرونة إذا تتابع كده نحن مع المرونة ولكن إذا كانت المرونة تؤثر على الأمن القوم المصري فلا حديث عن المرونة تمام لأن المرونة لها متطلبات إذا توفرت المتطلبات هم متطلبين إيه؟ إذا توفرت المتطلبات نمر واحد يكون عند البنوك بتاعتي يعني حصيلة من النقل الأجنبي كافية للدفع عن الجنين المصري ونفتح الاعتمادات اللي عايزة عشان ما نروحوش للسودة ده موجود فده ما هو إحنا دلوقتي السندوق مع البنك الدولي الشركاء بقى اللي هي السندوق تمام تمام فممكن يتم تدبير هذه المبالغ بحيث أن البنوك بتاعتي يبقى عندها مش أقل من 5 إلى 10 مليار دولار لهذا الغرض لفتح الاعتمادات تمام في هذه الحالة المستورد مشاريع السودة وبالتالي إذا وصلنا لكده يبقى ده أول شرط الشرط الثاني أنه معدل التضخم يستبرل في الانخفاض لأنه 3 شهور دلوقتي بينخفض من سبتمبر أكتوبر نوفمبر واحتمال كمان كم يوم الجهاز المركز يعلن معدل التضخم في ديسام التصوري ونازل من 40 و 13 سبتمبر 38 و 30 ونص أكتوبر 36 و 34 نوفمبر اللي قبل اللي فات النوفمبر اللي هو اللي فات ثم ديسامبر توقعتني بـ 34 و حاجة فلو نزل كلال الستة الشهور اللي جاية والحكومة شغالة بإيه السلع الأساسية تيبقى بـ 31 بالسعر الرسمي تستولدها الحكومة وباتفاق سندوق سعر البنك اللي هو بـ 31 بالاتفاق مع سندوق النبط عشان إيه عشان إيه سعر الدولار في البنك يفعلها على ستورة السلع الأساسية اللي هي اللي بتمس حيات المواطنين هو الأمح الأدوية إلى المنتجات البترولية لمدة لمدة معينة أما البنوك بقى هتشتغل بالنظام بقى اللي هو تحريك سعر للصرف بس لما يكون عنده إيه حصيلة حصيلة كافية يدفع بيه عشان المستوردين مايروحوش للسلع وبالتالي يبدأ يتحرك السعر في السلع يبدأ يتراجع ينزل واحدة واحدة كده يقوم اللي بيدربه هيجيله حالة من الزعر لأنه شريع على غاله عاوز يوصل لأعلى من كده لا هيتلاقي دي على طول يتخلص منه بأسرع مايون ونخلي بقى نقول برضو المصريين اللي هم يعني بيحبوا اللي هم للخضرة فيه دولار اسمه الدولار المجمد المجمد كارسي سريعا يا دكتر المليشيات في الدول اللي فيها سرعات تدخل عن مركزي وتنهب الأموال بتاعتها فعلى طول المركز بيبلغ الفيدرال ريزيربانك البتبع للدولارات ده يقوله السيريال نمبر ده كله اللي صمحت يتنهب من المركز في الحالة دي بيلغي هي دولارات سليمة وكل حاجة بس ملغية فلو واحد بيبيع شاقته ولا بيبيع حاجة عشان ياخده دولار أو بيشيره دولار ممكن يقع في ايده للدولار اللي هو ملغي اللي ملغي أحذره 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 ولازم ننبه التعامل مع البنوك مهم مهم بشكرك دكتور فخري الفئي شرفتيني دكتور يسري شرقوي كالحياة فيها حاجات كتير أولي